كيف يكون حال المسلم مع القرآن؟ أولا أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة سميت بسورة الفاتحة لأن أول سورة في القرآن نفتتح القرآن أول سورة في القرآن هي سورة الفاتحة ويفتتح المصلي الصلاة بسورة الفاتحة أول شيء أصحح قراءة الفاتحة بأن أقرأ هذه السورة على أستاذ على إمام المسجد مدرس القرآن لن تعطيح المصلي الصلاة في القرآن ولابد أن أفهم هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ما معنى هذه السورة؟ أنا لا أعلم أتحقك انصبت لأنها التي تفهمها وإنصبت لأنها أتحقك انظر إلى أن يكون مقدسر لأنها أكبر إنها مرة لك وقع في أجل المسلمين إنها مرة أخرى لأنها أشعر لأنها أخبرتها إنها أتحقق إنها تتعليظة أفهم معانيها أعمل بها هذه السورة هي رقية إذا كان الإنسان لديه مرض يقرأ على نفسي هذه السورة في كل يوم أحفظ في كل يوم أدرس معاني هذه الأيات التي أحفظها من تفسير مختصر وأستعين بالله على العمل بعد الفاتح عندنا سور قصيرة سهلة أحاول في كل يوم أن أحفظ من هذه السور لا 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 يحدث الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا القرآن اشتركوا في القرآن